اشتركوا في القناة تجعلك تعيش حياة أخرى في عالم آخر مليء بالمتعة والتحدي والمنافسة بحيث لن تشعر أبدا بالملل وأنت داخل هذا العالم الثاني كما لا ننسى أن هذه الألعاب تم تصميمها للكبار فقط والبالغين لأنها ألعاب فيها خاصيات وتقنيات اللاعب تحتاج عقل كبير وتفاصيل كثيرة يصعب على الصغار فهمها إذا دعونا نتعرف عليها هيا بنا إذا نبدأ لأن مباشرة 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 ورث الفريق نرأت على جديد من المقاتلة البشرية ثم نجد الضغطة الشخصية ونضع لها الشكلة وكل شيء قبل أن نطلقها ونضع لها المحوش الصغيرة التي توجد حولها وفي الخارطة دائما تفتح الخارطة كي تجد طرقتك ونضغط على معلومات العالم كي يدع حجم اللعب الهائل جدا ونظر إذا ضغطت كبير الخارطة ونضع لها ونختار أي شاب تحب أنا سأختارها جوريا مثلا ونبدأ فيه تدلي الشخصية كالعادة أهلا وسهلا أصدقائي أبطال أمل الشعوب في الإصدار الجديد عودة العرافة وما سيواجهنا من مصاعب ووحوش داخلها هذه البوابة تؤدي إلى مكان يدعى بالثقب الأسود يجب أن يكون مستوى اللاعب 150 وما فوق ويجب أن تحصل على بطاقة العمور من المحقق كبارة بعد أن أخذت البطاقة من المحقق كبارة عليك إلا أن تنفذ المهام بدقة وشجاعة يجب أن يجب أن يشاهد الحياة الواقعية اللعبة باللغة العربية يا جماعة السلام عليكم أجوب منه هات ألف للبس الجميل إيش اللبسة المهم أيوه هون بحسن أحضان السلام عليكم مرحب هاي الحافلة صح؟ نظف الأرضيات والنوافذ وبعد ذلك بس لفترة معينة دبر أمورك لازم أنضف هاتول الأشياء حط لنا اليد يا حبيبي إذا ضغطنا على حرف الام شوفوا في عنا هون مبنى أو عفوا ماب شوفوا في هذا الماب في عندك مدينة كاملة يا غدال عالي افتغل يا جابتل شكرا يا ابن عمي علي هنعمل شخصية روبي اللي هو الشكل أشهر سلاح اللي هو إيه اللي هو ده كليرك يا إما كليرك بعد لما بنعمل البن ونخلص بنختار عليها ندوس عليها وندوس ستار تبقى لفل واحد بتفتح الإنفولكتوري بتاعك بحرف الاي عكش دربات ومعكش أي حاجة ضرب كده الوحش مات كده اللي بلنا الدارة دي أنت كده عيلت في الليفل ماتين تو الرسمي لكي يجب يقول نسيب لدينا نسيب نسيب ومترجم لإنجاز أستهلاق لطارق للمدبح ومترجم لكيمتش انت أكيد لكي تأكيد تعمل كما تدري ومترجم الملحة اول توريكم بس الاكون بعد ما بفلتو نينجا حقا روعة روعة يعني بس كل حقا فيه دون انت شايفين كده اهو 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 طبعا اللعبة هذي حلوة فراح نسجل دخوله نظام امل الشعب تسوي شخصية اوكي فيه تغير شابة وفتاة هذا الشاب كده هذو هذا مبارد اه مبارد اوكي دخلنا نتحكم فيه W A او S او يروح يضرب انت شو شكل كباني كده انه ينقص فاهمنا شو يبانا ما ينقص عندما تختصر ستات يمكنك ان تبدأ بكثير من الناس أولا الميزات لليعبة ويش يخليه طبعا البحر البحر جزء جدا جدا كبير من اللعبة يعني أول شي تقدر تسوي سفن طبعا بالبداية تبدأ تسوي سفينة صغيرة بعد كذا تقدر تسوي سفينة أكبر وبعدها تسوي سفينة ضخمة جدا طبعا السفن الكبيرة يعني كل سفينة لها مميزات تبعونها موالد واشياء زي كذا وتبدو أن تروحون بالبحر فيه أشياء جدا كثيرة برضو ممكن أنك تتعرض إلى هجوم من قراصن لعبين قراصن يعني لعبين حقيقين يهجمون عليك يسرقون أغراضك يمكن يذبحونك يدمرون سفيناتك وزي كذا ففيه حرب يعني فيه أكشن قاعد يصير في البحر مو بس أنه بحر كذا وخلاص تنتقل من منطقة لمنطقة في اللعبة تقدر تاجر كل شيء كل الأنواع مثلا تبقى التاجر بخضارة خشب وموارد فيه بالليبة تقدر مثلا تتكلم ناس تروح قلد معين مثلا طبعا كل معين يطلع لك كلاس جديد حسب كلام الناس في الانترنت يوم بحثت تقريبا تقدر تتنوع كلاسات اليسر تتكلم 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 سنعرف 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 موضوع 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 سنعرف سنعرف حتى كل الالم تبقى في المنطقة و لكن لقد تقدروا مرة أخرى في أوروريا يجب أن تكون تتكلم بلاد أولا تتكلم ليس شاركت موضوع مجلس تحضر اشتركوا في القناة 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 الارض يا رجل تحكم بكيه اللعبة لسه ألفا what's not easy is learning how to actually play elite deciding how you want to play will be crucial in knowing where to begin with elite player mix it up elite dangerous is massive one-to-one recreation of them there will be dog fights with other players or ai ships trade will and i have a setting for that to open and close and drill we have a couple of upcoming events create the character oh it turns out like as you can see but think probably every the right arm I know what he was doing as far as station you got obviously cool obviously here you can plan you can change the background click the UI seems to be that might be better all right as far as can you learn sprint who weapons that's pretty cool this is just like my first taste of combat hello and welcome to the european blainsoul regional championships we have the best seven teams competing this girl is amazing she's good she is damn good but frostor comes out he's almost 100 you're done right she well of lineage 2 on selecting a server there's a live pretty cool animations right off the bat dark elf the orcs kamile kamiles airtea those look oh never mind there's a dead knight uh even more got five different hairstyles uh yes of course yeah they look like other players uh use your mouse to and also you can use the w asd key now i think i can use it nice so you 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 actual gameplay sword and shield and hatchet to these weapons this is 100 combat of the game you get a small boost in different trade skills as well as a being to level up certain adjustments that you can actually make to your character styles have definitely increased and or i'll go ahead and let you guys watch this but what's pretty i think looks the coolest too right off the bat you will get the two weapons and how to actually utilize your different weapons so again this is with your spear close combat range combat and everything in between all just visuals of the game um be your best friend honestly not only for main story quests but also you 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 ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى في منطقة التجارة كانت في الوصف مع الموضوع للموضوع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة